السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم في مادة نشاط العلمي كيف تتعاقب فصول السنة في الحصة الماضية تعرفنا فصول السنة وهي الخريف الشتاء الرابع الصيف اليوم سنتعرف تغير الزمان بتغير الفصول لاحظوا جيدا هاتين الصورتين الصورة الأولى تمثل أطفال يلعبون بالتلش في فصل الشتاء والصورة الثانية تمثل فصل الرابع في هذا الفصل يكون الجو معتدلا ويقوم الأطفال بالتنزه من خلال الصورتين يمكن أن نطرح عدة تساؤلات منها كيف تتعاقب فصول السنة للإجابة عن هذا التساؤل نقوم بإنجاز النشاط التالي نلاحظ الصورة نحاول كتابة أسماء الفصول الصورة الأولى توبر عن شجرة متبرة لذلك سنكتبه فصل الصيف الصورة الثانية تمثل الرابع الصورة الثالثة تمثل الخريط والصورة الرابعة تمثل فصل الشتاء نلاحظ أن الفصول تتعاقب وكل فصل يمتد لثلاثة أشهر وكخلاصة لما رأينا في الدرس أن الفصول تتعاقب بانتظام خلال السنة وقد رأينا أن كل فصل يمتد لثلاثة أشهر وكتبق نقوم بتسنيف هذه الملابس حسب كل فصل نضع كل رقم في الخانة المناسبة الشمس تمثل فصل الصيف والمضلة تمثل فصل الشتاء